انبارح بدأت امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية اللي بتضاف للمجموع انبارح دخل حوالي 750 ألف طالب في أنحاء الجمهورية كلها إلى امتحانات الثانوية العامة دخل حوالي 400 ألف طالب في شعبة علم العلوم وحوالي 100 ألف طالب في شعبة الرياضة وحوالي 200 ألف طالب في شعبة الأدبي إجمالا كانت نصيب الأسد بطبيعة الحال زي ما بنعرف 58% للعلوم و27% الأدري وكانت أقل الناس اللي دخلها امتحانات مبارح كانت في شعبة علمي الرياضة مبارح كان أول يوم امتحان لمادة اللغة العربية زي ما شفنا وتابعنا على سوشيال ميديا وتابعنا على برامج التوك شو يوم الثلاثة اللي جاء إن شاء الله يبقى امتحان اللغة الأجنبية الثانية اللي هو الفرنسية أو الألمانية ويوم السبتة حكون امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية ربنا يوفق كل طلابنا ويكافئ كل طالب مكتهد ويكافئ كل أسرة على قد تعبها وجهدها طوال السنة يمكن إحنا مبارح تابعنا مع بعض على الهوى بداية امتحانات السنوية العامة وشفنا يمكن الطلبة وهم بيدخلوا الامتحانات كنا قدام مدرسة جمال عبد الناصر وشفنا كمان الأهالي اللي كانت بتقف تساند أولادها برا المدارس إن شاء الله الامتحانات تمر بخير وسلامه بالتوفيق لكل الطلاب اللي بيمتحنوا وفي الوقت ده بالحقيقة بيكون مطلوب من كل الأسر اللي عندها طلاب في السنوية العامة أن هم يحاولوا على قد ما يقدروا يوفروا لهم الأجواء المناسبة للمذاكرة والمراجعة من غير قلق من غير التوتر من غير ما يضغطوا عليهم عشان الطالب يقدر إن هو يحافظ على تركيزه في فترة الامتحانات فلو إحنا عندنا طالب بيحب يذاكر بطريقة معينة وهي دي اللي بتريحه بلاش إن إحنا نضغط عليه ونفضل نقول له لأ أنت لازم تعمل حاجة تانية سبوه هو خلاص في الوقت أو في العد التنازلي هو عارف هو هيبقى بيعمل إيه فكل الدعم مننا وكل الدعم من الأهالي بيبقى مطلوب في الوقت ده بالذات بصية بسانت يعني هو التوتر ده حيفضل موجود في الأسر المصرية وموجود في كل أب وفي كل أمة مصرية لأن دي طبيعة فينا كمصريين تالت سنوي هي مرحلة مهمة جدا في حياة أي طالب مصري يعني خلينا كده على مدار التاريخ نفتكر دايما السنة دي بتبقى فيصلية في حياة كل الأسر المصرية وفي حياة كل شخص فينا لي معانا فيها ذكرية بس إحنا يعني بنحاول إن إحنا نقلل التوتر ده على قدر الإمكان بنحاول نطبطب على الطلبة بنحاول نقول لهم يعني ثقوا في نفسكوا ذكروا كويس الأهالي ما يضغطوش الطالب لازم يأخذوا يعني عنده قناعة منه إنه هو يكتهد ويعمل اللي عليه ويذاكر بلاش قصة التوتر دي ويسيب الباية على ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو لو ريد لك حتشتغل في المكان الفلاني سيبك من الشهادة بتاعتك ولو ريد إنك حتخش الكلياة الفلانية برضو نفس الكلام فالقصص دي كلها يعني أسباب ويا ما شفنا ناس داخل الكليات مش تغيرتش فيها ويا ما شفنا ناس داخل الكليات قمة ما كانش ليهم أي حاجة بل فشلوا فيها فملناش علاقة بالقصص دي كلها يعني مقدرات زي ما بيقول ممكن إحنا شايفين مع بعض دلوقتي وبنتابع على الشاشة يعني مقتطفات كده من الطلبة اللي كانوا بيرتادوا على المدارس ممكن معنا كمان مدرسة جمال عبد الناصر بنات وبنشوف البنات مع بعض كده بيرجعوا الامتحانات أو بيرجعوا قبل ما يدخلوا الامتحان ومن برح كان فيه فعلا الامتحان اللغة العربية احنا بندعي لكل طلابنا في السنوية العامة وكل الطلاب اللي عندهم امتحانات بالتوفيق ويا رب كده ان شاء الله تعملوا اللي انتوا عايزينه وتوصلوا للي انتوا عايزينه النهاردة هنتابع بالتفصيل كده مع حضراتكم ايه اللي هيحصل في الامتحانات وازاي تاني زي مبارح كده الطلبة وهي دخل الامتحانات يعني بيحبوا يرجعوا مع بعض واحنا هنعرف منهم كمان بعد الامتحان ايه اللي هيحصل ان شاء الله وننجع كده مع بعض بكرة انت كليك يعني تقوص معينة قبل دخولك اي امتحان في السنوية العامة والله يبص احنا على ايامنا طبعا ما كانش فيه التسائلات اللي موجودة دلوقتي احنا بنشوف دلوقتي حاجات بنشوف الانترنت تموفر كل حاجة بنشوف اليوتيوب عامل كل حاجة بنشوف المنصات اللي عاملها وزارة ترباوة طالب ماملها كل حاجة لكن عندنا ايه الكتاب المدرسي والكتاب الخارجي ولو بتاخد درس ولا بتاخد مش عارف مجموعة ولا بتاخد مجموعة التقوية والكلام الحاجات البسيطة اللي على ايامنا يعني كانت هي المتنفس الوحيد ان انت يعني تكتهد ما كانش عندي طقوس كنت بذاكر كويس وكنت بروح الامتحان وكنت بنام كويس اهلي بصراحة ما كانوش بيضغطوا علي يعني كان عندهم الحقيقة يعني اه الميزة دي زاكر يا ابني زاكرت احنا وثقين فيك وده اللي خلك ان انت منقادة من وانت صغير تبقى عارف ايه يعني بتاخد قرارك بنفسك فانا عشان كده بقول لكل طالب هي مسألة بينك ومن ضميرك لو حتذاكر انت اللي حتنجح وانت اللي حت ايه يعني حتنفع نفسك مش حتذاكر انت اللي في النهاية صح صح دي حاجة حاجة المستقبلك انت لكن المتالي كمان من اهم الحاجات انه ما ترجعوش مع صحابكو بعد من الامتحان لانه لو رجعت ولقيته في حاجة انت عملتها غلط او اتنين او تلاتة هتبتتحس ان انت ضيعتوا الدنيا في اللي فات فحيوتركوا جامد في اللي جاي فانا انا شخصيا بشوف انه بلاشت نراجع قوي بعد الامتحان سبوها على ربنا وان شاء الله طالب انت عملت اللي عليك ربنا سبحانه وتعالى هيجزيك خير على اللي انت عملتو وما تقلقش ان شاء الله اي حاجة بعد كده هتبقى كل مقتهد النصير بالضبط مرة تانية بنصبح عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة وصباح الخير يا مصر